بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا دكاترة ان شاء الله هناخد النهار ده ليكشور جديد بيتكلم على الاسد والبيز اللي هي الاحماض والقواعد اوكي الموضوع بسيط جدا جدا حاول ان شاء الله ما يزيدش عن ساعة او ساعة ونص اه دكتور طبعا تقريبا شرحه في عشرين دقيقة الحاجات اللي مثلا اهتم بيها طبعا هي الريكورد اللي وصلني طبعا قط الخير زي مايالكم يعني الريكورد اللي وصلني كان تقريبا من البرونست دلوري تمام اه هو كان سأل هنا سؤال اه بالنسبة كان اه السلايد ديت اوكي في سؤال سأله هو انا عموما اي سؤال الدكتور بيسأله اي حاجة بيقولها عموما لو اه بشرح يا دكاترة الاول مرة او اه المادة عندي معادة بس ما عن الدكتور اوكي بس عشان تكونوا عارفين البوينت دي سواء دكتور اه رياض او غيره اه وبرضو يعني النسب الكي ايه قالها يعني معرفش هل ديت معناها مهمة ولا لأ اه انا استغربت ان هو يعني اه اه ذكرهم يعني قالهم تفصيليا يعني اه فهو معتقدش ان هي تتحفظ اوكي بس اه اللي قصده ان احنا نعرفها يعني اوكي او نعرف اه لما نجيلها ان شاء الله عموما بص يا دكاترة اللي انا بقوله بس عشان البوينت ديت قررت جدا معاكم معرفش انا يعني فعلا موضوع ان انا اخد تاني مستويات اولى ده عاد افكر فيه كتير اه لان اه بصراحة الاسف التعاون اللي انا بعمله لكم مش بلاي نفسه مقابله يعني يعني انا مسلا لقيت العدد الفيوهات لأول محاضرة تمام واحد وستين وديت دلوقتي يعني من شوية عارفش اكيد عدد زد بعد كده ازاي واللي معايا عمرهم ما يجيبوا الرقم ده فانا والله فعلا مش هحلل حاجة زي كده يعني انا فعلا مش هحلل اي حد يعمل الموضوع ده ولان فيه من زمانكو كلمني قال ان احنا اتنين نشترك مع بعض انا فعلا مش هسامح في حاجة ازاي كده يا دا كاترة اه يعني اه ميند ما بعملها لكم اه بسمع للدكتور اه لو في اي اسئلة انا بسمعها مرة واتنين وعشرة ومع ذلك برضو الاقي كده فاكيد دي حاجة هديني لو انتو بتسمعوا الريكورد اكتر مرة مفيش اي مشكلة بس يعني ازاي ده العدد وانتو عددكو كده معايا يعني وانا اخدت المادة دي فعلا عشان عشان كنتو يعني انا فعلا مكنتش يعني زي ما قلتلكو الدكتور كان قايل لي مفروض ما ماخدش فوق تقطي ومع ذلك اخدتكم يا دا كاترة فبليز يعني التعامل الاقي مصداقية امانة لان فعلا هنتحسب كلنا قدام ربنا لو في اي تعامل غير كده ولان انا فعلا مش محللة حاجة زي كده يا دا كاترة اه الميند ماب اه ديت عاملاها بعد ما بنرجع بعد ما ونخلص اه نكون عارفين المعلومات ديت البسيطة ديت اوكي اه اللي انا عايزة منكم ايه النهاردة تفهموا معي المحاضرة لان ان شاء الله مش هتاخده منكم وقت دا اللي انا فعلا نفسي فيه ان احنا نشوف المحاضرة مع بعض لانها بازن الله مش هتاخد معاك وقت لو انتو عادت تذكروها بعد ما خلص الريكورد بازن الله فانتبهوا معي اي اسئلة زي ما بقول انا معاكم ممكن اتأخر في الرط بس مش معناها بعملكو يعني اه لان اه مع انه والله انا مقلل للمجموعات جدا بس برضو في يعني من زمالكم بيكلمني جدد في اه مواد اه ابحاث ومشاريع التخرج معايا اه اتمنى ارى جزئية القرآن ديت ويكون خالص الموضوع والله نهاردة فعلا المحاضرة سهلة جدا فيعني اتمنى ان كنتوا فعلا تكونوا اه لو في اي حاجة انتو مش فاهمينها اه انا معاكم وخليكو ريلاكس الساعة او الساعة ونصد دي عزاكو انتندد فعلا يعني ما ما يكونش حاجة شغلاكم ولا حاجة مش شغلة تفكيركم غير المحاضرة اوكي يا دا كاترة هناخد ايه زي ما قلنا الاسد والبيز اوكي او الاحماض والقواعد ياريت تجيب لنا امثلة على الاحماض والقواعد اه في الحياة الاحماض يا دا كاترة زي مثلا عارفين اه اللي هي اللمون البرتقان عارفين اللازده عادية تمام دي اه دا حمض قواعد عندكو زي مية الجير الامونيا اه اللهم اذكرني مسلا زي اه الصابون بيدخل فيه البيز تمام لانه في القواعد بيبقى فيها اه زي زحلقة كده اوكي في بعض الاسلايدات يا دا كنت هتلاقوهم ترجمها تحت اوكي في اللي هو النوتس عندكم فبيقول للأسد زينا اتعال نقرأ الكلام ده بالانجليش تصور تيست اللي هو طعم حامض اوكي الفينجر الفينجر اه صح ده مسلا من الامثلة اللي هو الخل تمام اكيد ده موجود في المطبخ حاجة اساسية الخل ده ده كترة مصنوع من ايه من حاجة اسمها الحمض اسمه ايه بقى تمام فيه انواع كتير من احماض ان شاء الله هتدرسوها اه في في الدكتور اه اه ادهالكم دكتور اه منهانك ولان معي من زمالكم في في الارجانيك اه فا اه هتسمعوا الاسامي ديت يعني ايه باي ذوي يعني اوكي اللي هو الاساتيك اسد السيتريك اسد تمام فالاساتيك اسد ده اللي هو حمض اسمه الاساتيك ده موجود فين في الخل طيب واللي هو الاحماض او اللي هي الفواكه اللي انت بتتكلم عنها اللي هي الحمضيات ديت اللي هي مش عارفة زي اللمون والبرتقان والكلام من ده موجود في ايه فيه اللي هو السيتريك اسد تمام او حمض سيتريك يبقى ده اسمه حمض الاساتيك تقريبا اه وده اه حمض سيتريك اوكي ده اللي هو الخل ودوت عندي اللي هي الحمضيات اوكي طيب لما احنا نفعلي الاحماض ديت مع الميتالز يا ده كتر يعني لما نحط الاخماض ديت عندي على اللي هي الميتالز اللي هي المعادن اللي بيحصل بالتفاعل عندي بيطلع لهايدروجين جاز يعني احنا نحط على مسلا المعدن كده. خل نقطة خل اللي هيحصل هيطلع عندي اللي هو مين هيدروجين جاس. اوكي? تمام يا دا كاترة? اوكي. طيب لو احنا فعلنا الاسدس دوت مع الكربونات او البايكربونات. ايه الكربونات والبايكربونات دول? دول يا دا كاترة اللي هو اه الرمز بتاعهم اتش اتو سي او سري واتش سي او سري. دا كربونات والبايكربونات يا دا كاترة. اه الفرق بينهم هيدروجين. اوكي? اه ده اللي هو الكربونات وده اللي هو البيكربونات. الاتنين دول يا دا كاترة لما بيتفعلوا معهم الاسد بيطلع لمين? السي او تو. بيطلع منهم اللي هو السي او تو اللي هو الكربون دايكسايد جاس. طبعا اهوت. لان البيكربونات والكربونات فيهم سي او سري. يعني كده هتطلع لسي او تو. اوكي? يبا بيتفعل مع المتل يطلع لي اه غاز الهايدروجين وده بيتفعل مع الكربونتو بيكربونتو بيطلع لغاز اسمه ايه ثاني اكسيد الكربون اللي هو كاربون دايوكسايد. اوكي? تمام كده يا دا كاترة? يبقى ديها تكون لها من صفات ايه? الاحماض. كل الكلام ده سهل ما فيوش اي صعوبة. انا نلاحظة كده ما فيوش اي صعوبة خالص. زي ما قلنا الطعم هنا حامضي سور. طيب البيز طعمه ايه? بيتر. بيتر يا دا كاترة اللي هو اا اللي هو العربي اسمه ايه دا? اللي هو المر. تمام? اا تلاقي في مرارة كده. اوكي? اا اوه في احساس بها ديت هي المهمة عشان كده الصابون بيتصنع عاملبيز لان فيه احساس الزحلقة او التزلق او فيها آآ زي الصابون كده لما بيكون ايه? بيتزحلق ما بين الاتين فهو فيه عشان آآ كده البز او قpound الصابون بيتصنع عاملبيز لان فيه اللي هو السليبري او في علغة اللي هو السليبري اللي هو احساس الزحلقة ده. اوكي يا دا كاترة? يبقى الاسد عندي زي مثال عليه الفينجر والسيترس آآ فروت. والبيزيس مثال عليه اللي هو السوبس. اوكي? دية التفاعرات اللي بتيجي معاه اللي هو مع الميتل ومع الكربونيت والبيكربونيت يا دا كاترة. اوكي? البيزيس الدكتور ما اتكلمش عليه. طبعا ده طعمه صور وده طعمه بيتر. طبعا تسمية الاسد آآ المفروض ان كنته اخدينها في الارجانيك. اوكي? بس آآ هنا آآ يعني ايه الدكتور آآ اهتم بيها بس كشارت. يعني فاهمين قصدي كفرو شارت يعني ما قالش عليها امثلة. يعني انا حتى سمعته قلت مسلا هيجيب عليه مثال ما قالش عليه اي امثلة. اوكي? طب احنا هنعمل ايه مع الدكتور هنا بقى يا دا كاترة? يعني في اللي هي آآ طبعا هنا احنا نتكلم على على الاحماد اللي احنا نتكلم عنها هنا احمد غير عضوية. اوكي? عشان بس ايه? الاحماد اللي انتو آآ او اللي هنتكلم عنها في الارجانيك دي احمد عضوية. اوكي يا دكتورة? بس انا الوقت اللي هتكلم عليها الاية الاحمد غير عضوية زي اللي هو اه هيدروكلوريك اسيد اللي هو اه السلفوريك اسيد النيترس اسيد تمام? او النيترس اصد ا انا بقول نايترس ونيترس على اساس ايه? على اسسبيتبقى هنا تسمية مشيين عليها يا دكتر اسمها تسمية بالنسبة للاسية. اوكي? بدايتها بتبع اتش، يعني ايه اتش انو سري اتش سي الвер اه هوا زي ديت اتش سي اي اتش اي اتش توس اتش انو او اتش انو سري بدايتها اتش تمام? فانا لما اجي اسمي الحاجة الحمضه ده اللي هو بدايته اتش اسميه ازاي؟ فهمت قصد ايه ده كثرة؟ فهي ديت الفكرة في كده اللي هو الحمض اللي بدايته هايدروجين كده ده اسميه ازاي؟ هو مش مش الاحماض اللي احنا عشان بس ايه الانساتيوريتد والانساتيوريتد بالنسبة لفي الاورجانيك. لان الوقتي اكيد حصل لكم انترابشن. لأ هنا زي ما قلت لكم فاكرين في الاناليسك الكيمستر بيكون تركيزنا اكتر على ايه? عن مواد الغور عضوية. حتى قلت لكم نسميها حتى ان اورجانيك. اه في بعض الكتب بتسميها ان اورجانيك. ليه? لان اغلب الحاجات اللي بنعملها اناليسيس بتبقى اه اسمه ايه دوت? اه ان اورجانيك. فانا عندي هنا ديت اللي هي اللي بدايتها ايتش ديت هنسميها ازاي? بيقولي لو حسب انت عندك ايه? يعني انا عندي الحاجة مكونة من اثنين اليمنت يعني مسلا اذا سي الا وهيدروجين ده تنين سح? ولا مكونة من تلاتة ايلمنت او اكتر يعني اكتر من اثنين يعني مسلا ادوة اثنين اكسجين واحدة نايدروجين واحدة هيدروجين هنا تلاتة اكسجين نايدروجين تمام? يبقى وضعهم عامل ازاي? قال لي والله لو في حالة ان فيه عندي اتنين. يعني.葉 mist. ها اي ايتش. اه اس. تمام? يعني مش عندي اكتر من элемنت يعني هل فاهمين قصديي يعني? مش عندي ايه? مش عندي مسلا اكسوجين كمان. لأ هو بس هيدروجون وسالفر. هيدروجون وكلور. هيدروجون وايوديد. لكن هنا لأ لأ انا عندي اكسوجين وعند نايتروجين وعند هايدروجين وهنا نفس الكلام. اوكاي? بس هنا اتنين اوكسجن وهنا تلاتة اوكسجن. فانا باب بابدأ اشوف يا دا كاترة هنا اوكي? بابدأ اشوف عندي التسمية زي لو عندي اتنين المنت زي دول اهو اتش او اي اتش او اي اتش او اس انا بس عشان ايه جبت مثال عشان يبقى سهل عليها اشرحها لكم. بقول ايه يا دا كاترة? بقول هايدرو. تمام? دوت اللي هو الكلمة في الاول هايدرو. اوكي? والنهاية ايه بتاعتي بقى? اك. اك اسد. تمام? هايدرو ايه بقى? هايدرو كلور. هايدرو ايود. هايدرو سالفر. تمام? اك اسد. اوكي يا دا كاترة? فدي مهمة جدا جدا في التسمية ايه اا بتاعتنا اللي احنا نعرفها يا دا كاترة. اوكي? فا اا اا دي اول حاجة لما يكون عندي ايليمنت. طيب لما يكون عندي تلاتة ايليمنت. لأ ما بقولش هايدرو. كلمة هايدرو ديت ما بقولهاش. اوكي? اا بقول اي يا دا كاترة بعي. اما اوس او اك اسد. اوس اسد او اك اسد. تمام? دا لما يكون عندي تلاتة ايليمنت يا دا كاترة. طيب امتى اقول اك اسد ديت او اوس اسد? على حسب النهاية بتاعتي ديت. يعني انا لو انا عندي هنا دوت اللي هو النايترايت. تمام? بشيل الايد دا هيت وبحولها اوس اسد. اوكي? طيب لو عندي هنا النايترايت دا اسمه النايترايت اوكي? اا ان اوس ريت اسمه النايترايت يا دا كاترة. اوكي? فانا بشيل ايد دا وبحط اك اسد. طبعا دكتور ما قالش ولا مسال من الحاجات دي خالص. خالص يعني تماما. هو بس زكر وخلاص. اوكي? بس علشان اشرح لكم واقول لكم ايه مثلا تلاتة المنت والتو المنت مش هتفهموني. اوكي? فلازم اجيب لكم مسالية ده كترة. فانا عندي هنا اهوت. زي مثلا زي ما قلنا. اتنين المنت بس. اوكي? لكن هنا عندي تلاتة المنت. اهيدروجين ونيتروجين واكسجين. اوكي? فلو حالة الاسم ده مسامة عندي ايت. بروح مبدلاب اوساسد. هنا نهايته ايت. بروح مبدلاب ا اسد. اوكي? تمام يا ده كترة. طيب انا لو عندي هنا تو المنت بروح عملك. بروح بحط كلمة هيدرو. والنهاية اك. اسد. اوكي? ده التسمية عنديada او التسمية عندي ازاي بالنسبة للاسبة? يبقى تو المنت وله سري المنت? دا لنفيش هيدرو بريفكس. لكن ده فيه عنده هيدرrü والنهاية اك. هنا لو ايت بتحول اك. هنا لو ايت بتحول اوس. تمام يا. ده كترة? الموضوع يعني لو حد مسلا قال الموضوع صعب لأ ما فيش صعب خالص احنا اخدنا دلوقتي التعارفات عن الاسد والبيز وبعض التفاعلات للاسد وآآ خواص كل منهم بس الخواص هنتكلم تاني اكتر عن البيز اوكي اهيت في السلايد الجاية واخدنا التسمية اوكي يا دا كاترة طيب انا عندي هنا بالنسبة للخواص بتاعت البيز ايه هي بقى بيقول لي والله ان هي زي ما قلنا بتر طعمها بتر طعمها آآ مر والشالكي يعني تباشيري تمام تباشيري اه آآ آآ بيقول لي عندي هنا ان هي بتحتوى على او اتش ايون ان ووتر يعني ايه اه وقلنا يا صاح احنا قلنا بتر وقلنا كمان ان هي سليبري سليبري ان هي بتزحلق وفيها ايه احساس الزحلقة عشان كده بنحضر منها السوب طيب فيها او اتش ايون ان ووتر ايه كلمة ديات يا دا كاترة انا عندي هنا نما نيجي نقول على الاسد والبيز عندي في المية اوكي يعني انا عندي ديات دا الووتر اوكي لما احطت عندي هنا في الووتر ديات حمض واحطت عندي هنا قعدة القعدة والحمض هيتفكيكو ازاي عندي في المية طبعا هنا المفروض ان انا عندي تلات تعريفات بالنسبة للحمض والقعدة اللي هما مين ارهينيس برونيس دلوري وليوس اوكي بس الدكتور هنا قال على اساس ان هي ارهينيس اوكي اللي هي تعريف القديم اوي للاسد وبيز ما عناش نستخدمه دلوقتي انا عايز اقول لكم يعني اشوف انا شرحت اقديه الاناليوتيكا الكامستري من سنة كم يمكن من الفين وتنشر او في فتا عشر بس لازم نحط ارهينيس برضو فيه تمام ليه اه لان هو البداية في تعريف الاسد والبيز مسلا في المية اوكي فانا عندي بالنسبة الارهينيس يقول لي والله الحمض هيديني ايه بروتون البيز هيديني ايه اللي هو هيدروكسايل اين ده اسمه بروتون او هيدروجين اين اسمه دوت هيدروجين اين هنا دوت عندي البيز اللي هو هيدروكسايل اين اللي هو الاوكيش عليها ايه نيجاتف تشارج تمام ارهينيس اقل ببساطة جدا الحمض هيديني بروتون في المية والبيز هيديني ايه اوكيش نيجاتف في المية خلاص طيب برونيس دلوري وليوس لأ قالوا اتكلموا على حاجات تانية بقى. اتكلموا على البروتون تمام? ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا طيب البرونستد لووري قال لا بالنسبة للبروتون اللي هيدي بروتون ده يبقى أسد اللي هيستقبل بروتون ده هيبقى بيز نمسك واحد واحد منهم دلوقتي وهنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله في الليكشور ده والمفروض إن كنتوا تتكلموا عن البوفر بس معرفش دكتور ليه ما تكلمش عن البوفر هلها تاخدوه بعد كده ولا لا بس لازم البوفر لما بنهض الأسدان بيز بنتكلم عنه فبالنسبة للأسدان بيز أنا حسب عندي مين العالم اللي فكر في الأسد والبيز أو في الحمضة والقاعدة أرهنيس قال إيه والله المية لما أحط البيز هتديني أيونات فيها أوقطش نيجة فهلاقيها في المية أما الأسد هلاقي إيه بروتونات في المية خلاص يعني أنا لواхت لو جيت كده المية حللتها البعض ما بحط القاعدة هلاقي فيها أوقطشيت لما حط الأسد هلاقي فيها إيه بروتونات خلاص دوت مين أرهنيس لكن برونستد لوري وي لويس واحد منهم اتكلم عن البروتون والتاني كلم على الالكترون بير فانا عندي لو المركب بتاعي تمام المركب بتاعي بيدي هايدروجينات قاعد يتبرع كده بالهايدروجينات وقاعد يسمح بخروج الهايدروجينات منه يبقى ده مين حمض حمضة قاعد يدي هايدروجينات اللي يستقبلها هايدروجينات ده يبقى مين قاعدة طيب الالكترون بير واحد عليه الالكترونات تمام فاللي هيدي الالكترونات يبقى مين قاعدة لكن اللي هيستقبل الالكترونات دية يبقى ايه حمض تمام ده مين لوس لكن اللي هنتكلم عنه بديتيلز شوية اللي هو برونست دلوري دايما دا كاترة لما بيجو يشرحوه مع انه والله لوس دلوقتي بقى بيستخدم اكتر كمان من برونست دي اوكي دا كاترة وهنا الدكتور كمان ليه التلات تعريفات دول ضاف كمان واحد اوكي اسمه ايه اسمه يوزانوفيك تمام يوزانوفيك تمام يعني المفروض هنا كمان في واحد كمان بس ايه معلومات بسيطة هناخد ايه ازانوفيك ايه دوت ايه اللي قاله الزيادات عن آآ لوس او اللي هو المدفايد لوس اوكي طيب نرجع تاني هو قال لك البيز هنا من الخواص بتاعته ان هو بيدي او اتش ان هو يبقى دوت على حسب ايه قادة آآ دكتور ما قالش كده تمام المفروض ان البيز دوت بتعرف بكم طريقة تمام لان كم عالم جه يعني العالم لوس دوت يعتبر اشمل من الاتنين اللي فوق بس مثلا ده الاتنين دول يعتبروا اشمل بكتب من الارهينيس ارهينيس ده قديم لان في بعض القواعد ما بتطلعش قوة شاك بس بتستقبل هيدروجين بس بتدي الكترون بير فما يعتبرهم شبيز لا بنعتبرهم بيز تمام لان ده التعريف ده يعتبر قديم يا دكترا التعريف بتاع ارهينيس ده وبس مع ذلك بنستخدمه لغاية دلوقتي اوكي الكترولايتس يعني ايه كلمة الكترولايتس الكترولايتس يا دكترا يعني مادة بتوصل للكهربا لما نحطها في المية تمام ولو لمسنا المية كده توصل الكهربا حاطين مثلا سلك كهربا فيها مثلا توصل الكهربا تمام لكن حاجة مش الكترولايت يعني زي مثلا السكر السكر ده مثلا الكترولايت اوكي لكن حاجة زي مثلا البيزس اه لا ديت بتوصل ايه اللي هو الكهربا اوكي دي تعرفوها باية دكترا ان شاء الله لما هنيجي نتكلم على عملية التايتريشن فاكرين التايتريشن انا جبتلك سريتها قبل كده اللي هي مش عارف اسمها ايه بالعربي ان احنا بنعمل معادلة اللي هو الحمض والقاعدة بيبقى عندي سيه مثلا انا عندي قاعدة فوق او حمض تحت او العكس حمض فوق وقاعدة تحت وبيبقى عندي فيه انديكيتور انديكيتور يعني ايه بيبين لي اللي هو الوسط حمضي لا الوسط بقى متعادل لا الوسط بقى قاعدي تمام فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اوكاي التفاعل بيمشي ازاي ده كترة بيبقى عندي حمض وقعدة زي ما قلت حمض وقعدة دول هيدوني في الاخر ايه هيدوني ملح ومية يعني انا عندي هنا بيبقى عندي ده حمض زائد قعدة ما ننساش خالص التفاعل ده هيديني ملح زائد ماء طب اه هتلنا مسال عشان ايه هيبقى الموضوع بالنسبة لنا سهلة او بسيط اه اللي هو الملح عندي اللي هو ملح الطعام ني سيقل اوكاي بيجي من قعدة عندي اللي هي الان اي او اتش زائد ايه اللي هو الحمض بتاعي اللي هو ايه اتش سي ال اوكاي بيكون اللي هو ايه اللي هو الان اي سي ال وال او اتش تاخد الهايدروجين اللي هو يكون لي ووتر اوكاي ديت حصل طبعا لان كان عندي القعدة ديت البي اتش بتاعتها اه فوق اللي هو السبعة وديت عندي البي اتش بتاعتها تحت السبعة اوكاي دلوقتي بقى عندي ملح ومية البي اتش بتاعتهم متعدلة اوكاي لان الملح اللي هو حمضي ولا هو قاعدي. فبسمي التفاعل ده نيوتراليزيشن. لما نيجي التايتريشن دلوقتي ونشوف ازاي بنعمل تايتريشن. بسمي التفاعل ده اسمه ايه? نيوتراليزيشن. تمام يا دا كاترة نيوتراليزيشن. اوكي? اه بيقول لي عندي هنا اه اه البي اتش جريتر زيان سبعة ديات اللي لسه اقيلها لكم. القاعدة بتبقى عشان ما تتلخبطوش في البوينت ديت. البي اتشات. البي اتش يا دا كاترة عندي. دا تمام? عشان اعرف منه الوضع حمضي ولا قاعدي. بيبقى كده. بيبقى هنا سبعة وهنا زير وهنا اربعتاشر. من سبعة ل الربعتاشر ده انا بكلمكم يعني اوكي? من سبعة لاربعتاشر ده بيبقى قاعدي. تمام? البي اتش عندي لما تكون من سبعة لاربعتاشر ده قاعدي. سبعة متعادل طب اقل من السبعة يبقى حمضي. تمام? زي ما قولنا دا وت يعني انا بكلمكم بمفهوم عام. اوكي كده? لان طبعا ان شاء الله لما تاخدوا مسلا ماستر في اي حاجة مسلا اه في الاناليتيكال كاميستري او في الارجانيك الكلام ده احنا بنقعد يعني ايه نتكلم في تفاصيل ودتيلز اكتر من كده بكتير. بس ان الوقت طبعا مستويات قولة فبنتكلم ايه ان جنرال. فانا عندي هنا دوت الاسكيل ده لما نتكلم عنه ان شاء الله البي اتش دوت بقول عندي هنا او والله انا في انهي مرحلة بي اتش عندي اقل من سبعة لا بتساوي سبعة لا اكتر من السبعة. فاكتر من السبعة يعني ايه بتساوي عندي ايه ده كترة اربعة عشر او 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 فوق السبعة يعني اه تمانية تسعة عشر عشر كده. وكيه ده كترة يبقى البيز عندي حسب قاعدة ارهنيس زي ما قلنا بيطلع لي او اتش. على حسب قاعدة برونستت بيستقبل لها بروتون. على حسب قاعدة لوس انهو بيديني الكترون. تمام? اوكي. زي ما قلنا طعمه بيتر وفيه الزحلقة ديت وبيوصل الكهربا اللي هو الاكترولايت. اوكي? وزي ما قلنا عندي التفاعل عندي لما بيكون مع اه الحمض والقاعدة يا ده كترة بيدوني ايه في الاخر بيديني اه بيعمل العملية بتسمى بيديني ملح ومية. تمام? المية طبعا بتساوي البيو او اتش بتبقى سبعة. تمام? اه وي عندي هنا الملح ايه? لهو قاعدي ولا هو اه حمضي. تمام? يعني لهو اقل من السبعة ولا هو اكتر من السبعة. اوكي يا ده كترة? فهمنا البوينت دي? اي اسئلة نسأل اه مش فاهمينها نسأل فيها. انا ما شاء الله اه ملاحظة حاجة ان فيه ما شاء الله من زمايلكم زكرهم وطبعا بشكر كتير من زمايلكم قال الكلام حلو. ان شاء الله بس لما افضل هبقى احط على الستيطس الكلام دوتيني. الله يسعدكم جميعا يا رب ويوفقكم. اه وفيه لسه من زمايلكم يعني ايه ماشيين متأخرين عني شوية. عايز اقول لكم ان انا ماشي مع الدكتور. فاتمنى ان كنتوا كمان تمشوا معايا علشان اه الموضوع دا يا ده كترة مهم يعني عشان ما اتراكمش عاينا محاضرات. اه الدكتور من نوع اللي بيشرح محاضرات كتيرة. الا ازا الوضع اختلف. السمستر ده بس انا بتكلم يعني هو دايما دكتور ياد لقيني معا سنين. اه فلازم تكونوا معايا بستيب بايستيب. دي مهم جدا النقطة دي. حتى انا عشان عارفة عدد المحاضرات زي ما قلت لكم في الاول خاصة انا كنت رفضة اخد المادة بس لما لقيت كتير بيتكلمني اخدت المادة دي. يعني لان انا عارفة اني بتاخد مجهود مني قد ايه. اهم حاجة عندي زي ما قلت لكم يا دكتورة لو في اي اسئلة اي وقت تسألوني. بس يعني اتمنى ان المحاضرات ما تكونش اللي لكم بس. يعني ما لقيش المحاضرات بره للمجموعة. لان والله فعلا مش هستمع حاجة زي كده. ودايما بيحصل لان الموضوع ده فعلا مدايقني. انا ما عديش مشكلة خالص ان احنا نشوف مرة واثنين وعشر يا دكتورة. اوكيي? لكن ما لقيش ان ان الاسف الفوينت دي دايقتني جدا يعني. لما لقي عدد كده وعددكم انتو اصلا مش كتير يعني. اي حد في عنده اي مشكلة ان كانت انا معديش اي مشكلة بس يعرفني قبل ما بعض المحاضرة الجديدة. اوكيي يا دكتورة? اظن كده انا صريحة معكم جدا وواضحة معكم جدا. فاتمنى التعامل يكون كويس يا داكاترا يعني انا صدقوني فعلا اخدت المادة دي عشانكم فعلا لان انا عارف هي بتاخد مني مجهود قد ايه لانه دكتور رياض سليداته كتيرة حتى هتشوف ان شاء الله المحاضرة جاية فيه اغلبها قولناها قبل كده دي مشكلتي مع الدكتور رياض اوكي يا داكاترا زي ما قلت الا يمكن الا ازا غير وضع يعني الدكتور رياض يعني بس هو انتحاناته سهلة سهلة جدا يعني طيب اه انا اكشف عن البيتش زي داكاترا يبقى احنا الوقت عرفنا القواص البيتش ديت بصه اهوت ديت ان هو بيديني في الووتر اواتش ديت المفروض تكتبه هنا ارهينيس اوكي ديت خلاص قلناها المعلومتين دي قبل كده ان هي بتوصل الكهربا وانا زي ما قلنا بتعمل ايه بتعمل لو اتفعلت مع الحمض لو اتفعلت مع الحمض تديني ملح وايه ومية زي ما قلتلكم كده جبتلكم مثال اوكي دوت المسال الشائع يعني المعروف دايما اه البيتش بتبقى البيتش اكتر من سبعة اه طيب نكشف عنه ازاي فيه كواشف كتيرة جدا فيه بيتش بيبر فيه عند اللي هو اليتمس ده اليتمس ده موجود في المعمل هتلاقوا عندكم كتير اه متوفر جدا وعندكم اللي هو البيتش ميتر تمام دوت بيبقى جهاز كده ان شاء الله لما نيجي اه ازاي بنكشف عن البيتش هنتكلم عنها بالتفاصيل يعني انواع كتيرة يعني بنكشف بيها عن طريق اه او بنعمل بيها اختبار البيتش سواني اهوريكم الاسلايد اهي ديت عن طريق الليتمس بياتش بيبر بياتش ميتر يونيفيرسال انديكيتور نيوترال انديكيتور فيه حاجات طبيعية كمان طب الليتمس ده اكيد اكيد شفتوه في المعمل اهوريكم صورته بس اكيد يعني شعور ان كنت شفتوه في المعمل اللي هو دا دا كاترة دوت اكيد اكيد انتم شفتوه في المعمل شعوري يعني اه دوت بيبقى عندي اللي هو الاحمر او الازرق تمام الازرق دوت لما يتحول لاحمر ولا الاحمر يتحول عندي الازرق تمام فلما يكون عندي ازرق يتحول لاحمر اعرف ان دوت ايه اسر الاحمر دوت لما يتحول لازرق اعرف ان ده ايه الكل فالرد عندي لما يتحول لبلو اعرف انه هو ايه انه دوت قاعدة اوكي طب العكس الازرق يتحول لاحمر اعرف ان هو حمض افتكروا الحمض بالحرارة بالحمرار اوكي والبيزز بالبرودة اوكي عشان ما تنسوش الليتمص ده بالذات ما تنسوهوش يعني. اوكي ده كاترة طيب يبقى دوت ايه عندي البروبرتس ديت المفروض نعرفها عن البيزيس المفروض ديبقى ايه يعني تحت الاسلايد ديت بس انا ماشي بترتيب الاسلايدات تبعكم. التعريف ارهنيس تمام زي ما قلنا برونستدلوري ويمين اللويس آآ اخر واحد خالص آآ في التعريف اوكي بس زي ما قلنا في الدكتور كمان آآ ضف آآ تعريف اللي هو آآ يزانو فاك آآ يعني اعتبر مدفايد لمين للويس يعني. اوكي يعني مش كلامها تعتبر جديد بالنسبة لها. دي تعريفات الحمض والقاعدة. يعني لما الدكتور يقول تعريفات الحمض والقاعدة تقهوض ديت يا ده كاترة. دي بالنسبة لكو لانا يعني بينتهالكو في اول الليكشور. حتى انا حطها لكو في الميند ماب. اهيت فين? اهيت. اوكي? الاسد والبيز يا ده كاترة. التعريفات مهمة ان احنا نكون عارفينها يعني. الاسد والبيز لازم نكون طلعين بيها اه في المحاضرة دي التعريفات الحمض والقاعدة بالنسبة للتلاتة علماء. اوكي? ارهنيس ده الترديشنا زي ما قلنا خلاص. اللي ولا معادش اصلا مفروض يتحطي في البتاع ده يعني لان فيه فهمين قصد ايه? فيه احماض وقواعد جديدة يا ده كاترة لا هي بتطلع بروتون ولا هي بتطلع او اتش كل اتعاملاتها مع البروتون ومع اللون بير. فليه حطينها لغاية دلوقتي? يقولك لاني لسه فيه احماض وقواعد بتطلع او اتشات وهايدروجين في المية. فخلاص عشان كده سايبنا. تمام? فانا عندي هنا يا ده كاترة ارهنيس. الاسد زي ما قلنا بيطلع ايه في المية عندي? بيطلع بروتون او اللي هو الهايدرونيوم اين. ايه هيدرونيوم اين ده? وهو انا عندي الووتر الاتش تو او. لما يجمع عليه اللي هو الاتش بلس يبقى ايه ده كاترة? اتش سري او. وعندي هنا ايه? اتش سري او بلس. صح ولا? لا. لان هو دلوقتي اخد هيدروجينية زيادة. هي اتش تو او. اخدت هيدروجين زيادة بقت اتش سري او بلس. تعامل اللي هو ايه? الهايدرونيوم اين. فممكن البروتون يكون لوحده او يكون مع المية على هيئة هيدرونيوم اين. اوكي? اه ده اللي هو الاسد. طب البيس بيديني ايه? بيديني او اتش اي اي اي. ده الغالبا مفروض اللي هما في الاقواص ميديا في المية. تمام? طب لو نان اقواص? لأ للأسف. ما التعريف ده مش هينفع معنا خالص فنان اقواص. عرفتوا لي انا بقولكو تراديشنال? لان لهو بيفسر الحاجات الاحماد والقواعد التانية اللي هي التابعة برونيس دلوري ولوس اللي هي بتتعامل مع البروتون واللون بير. ده نمبر وان نمبر تو انه فنان اقواص ميديا ما بيقوليش. يعني انا عندي هنا في النان اقواص ميديا بيفقد الاكسابلنيشن بتاعه. ما قدر ما قدر ليش يقولي والله ايه الوضع عامل ازاي? لكن في المية يقولي اه في الووتر الاسد هيطلع لي بروتون والبيس هيطلع لي او اتش ناجاتف. اللي هو الهيدروكسايل ايون. تمام? بقولي. however these definitions have short coming. they lack اكسابلنيشن of the behavior of acids and bases. ايه النان اقواص ميديا? يعني في النان اقواص ميديا والله بيفقد ايه اللي هو التعريف بتاعه او بيفقد ايه تفسير بتاعه اوكي? بيقولي عندي problem some basis don't have hydroxyl iron. ديت برضو. نفس اللي انا كنت بقوله لكم المشكلة بتاعته. اللي ايه? انه هو بعض القواعد ما بتكونش تحتوي على hydroxyl iron. تمام? لا ديت احنا بنفسرها بقى ان هي تستقبل بروتون. بنفسرها ان هي تدي لون بير. تمام يا دا كاترة? فهمتوا البوينت دي? عشان كده جيه ايه برونست دلوري وجيه التاني اللي هو لويس. يقول لنا ايه تعريفات للبيز اشمل من اه ارهنيس. ارهنيس كان مخه دايق شوية. بيتكلم في البدايات خالص. traditional خالص. بس عشان ما تنسوش الكلام دا دا كاترة. يبقى ارهنيس عندي بروتون وهيدروكسايل iron في المية. لكن في النوم اكوس ما ما فصرش. طيب البيزز عندي اللي هي فيها لون بير ولا بتستقبل بروتون ما فصرش كل دا. هو بس خلاص. الاسد في المية يديني بروتون والبيز يديني او اتش. تمام? عندي مثال هنا مثلا اللي هو الهايدروكولوريك اسل. عندكم هنا مثال مثلا البيز اللي هو السوديوم هيدروكسايل. اللي هو دا كاترة ويخرج للسي ال. سي ال نيجاتف. وايه هو البروتون هتطلع ايه? اتش بوستف. كتبتوها اتش بوستف صح. كتبتوها اتش بوستف مع المية اللي هو الهايدرونيوم اين صح. الاتنين صح. اوكي? كده صح وكده صح يا ده كدر. اوكي? بس هنا بتفهموه ان البروتون اللي طالع بيبقى شكله كده. بيبقى شكله هيدرونيوم اين. مع المية هيدرونيوم اين. اوكي? والسي ال بتخرج ايه? سي ال نيجاتف. طب والهايدروجين اللي هي البوستف تيجي مع المية وتطلع على هيه ايه اتش سري او بوستف. خلاص? نفس الكلام هنا بس ايه ده? بيز. على حسب ارهنيس انه هايد ديني ايه او اتش. الاتش هنا عندي بتاعت اللي هي الاتش تو او مشان عندي هنا اتش بوستف و او اتش نيجاتف. تمام? الاتش بوستف ده هتروح هناك. للان اتش سري دي ديني اتش و او اتش ايه نيجاتف. طيب هو فعلا خلق الاسكية بس اللي هيعرفه ايه? الحتة ديت. ان انا عندي ايه هنا? انا عندي هنا او اتش فعلا طلع في ايه بقى ارهنيس بيز تمام? صح كده? لانه تظهر ل او اتش نيجاتف تمام. بس انا عندي هنا يا ده كاترة? ايه اللي حصد? على حسب قاعدة اه او برونستل لوري دوت المية ديت ايه? ادت بروتون اه هوت صح ولا يا لقى? ادت بروتون لها خواص البازيستي. فانا عندي هنا ان هي تتعامل على انها قاعدة اخدت الهايدروجين ديت البروتون دوت. وكلهم خرجت لوحدة. اما هنا المية هنا كأنها ايه? كأنها حمض قدت البروتون للن اتش سري وخرجت ايه? الاو اتش. فانا ظهور الاو اتش والاتش سري او بوستف او الاتش بوستف ديت اه على حسب ارهينيس تمام. اوكي مفيش مشكلة. لان احنا قولنا الاسد والبيز بيطلع بروتون وهيدروكسال ايفون ووتر. بس انا عندي تانية بتكلم فيها. اللي هي حسب اللي هناخده ان شاء الله. اللي هو بتكلم على البروتون يا ده كاترة. اللي بتكلم على البروتون. انا عندي الاتش اه الاتش تو او هنا. تمام? هنا استقبلت الهايدروجين ده. فيعتبر هنا ايه? قاعدة. مش احنا قولنا هنا برونيست دلوري. بيتكلم على البروتون. مين اللي بيدي بروتون ومين اللي بيستقبل بروتون? صح? اهوت برونيست دلوري? طيب. فانا عندي هنا ده ادالها بروتون وده استقبل البروتون. يبقى ده ايه? قاعدة. هنا عندي. لا ده ادى البروتون بتاعه للطرف التاني. فيعتبر هنا ايه ده كاترة عندي? حمض. يبقى المية انفوترك. انفوترك يعني ايه ممكن هنشوف التعريف ده. ده ممكن تمتلك الخاصيتين. الحمضية والقاعدية. على حسب اللي موجود معها. اللي موجود معها هو اللي بيمشيها. تمام? يقول لها خليك قاعدة او خليك حمضة. ففاهمين قصد ايه? يعني هنا في نفس الاكويشن فيها التعريفين. برونيست دلوري بلاس لايه? ارهينيس. ارهينيس لان فعلا ظهور الو اتش عندي. واللي هو الو اتش سري او بوستف او اللي هو الو اتش بوستف اوكاي? فديت فعلا لحسب ارهينيس اوكاي. انه هو ماشي اصد وبيز. لكن القاعدة والحمض بالنسبة لبرونيست دلوري بالنسبة للووتر هنا ده كاترة واحد بيستقبل البروتون والتاني بتدي اللي هو ايه يا ده كاترة البروتون. تمام? فديت ايه? البوينت ديت انا اه حبيت انوها ليكم. مع ان اكيد فيه من زميلكم لاحظها او اه اخد بالو من نهايان. اوكاي. نيجي باقي على برونيست دلوري اللي انا كنت بكلمكم عنه. اللي هو بالتعامل هنا مع برونيست دايه بروتون. التعامل مع لويس لون بير. ما ننساش. طب وارهينيس والله قديم او قاعد يتكلم في او اتش و اتش في المية. خلاص? فانا عندي هنا برونيست بيتكلم بالبروتون يا ده كاترة. فانا عندي البروتون. لو هو بيدي بروتون يبقى ايه حمط. بيستقبل بروتون يبقى هو قعدة. كلاما والله سهل جدا. جدا. يعني. طب ايه هو البرتون يا ده كاترة؟ ايه هو البروتون.app ستحدت قولي بروتون بروتون اللي هو الاتش بولستف اللي تحدوا ي بروتون ده. البروتون دي ده كاترة. انا هاقبلكوا صورة عشان بس تتخيلوا معي ده هيدروجين تمام؟ ده اللي هو الهايدروجين الهايدروجين مفروض مش الهايدرايد ولا البروتون الهايدروجين H بتبقى عليها إيه دا كاترة؟ بتبقى عليها بروتون وتبقى عليها إلكترون والله لو فقدت الإلكترون وبقى مش حلتها غير البروتون بس تمام؟ تساعتها بتبقى إيه؟ بتبقى اسمها بروتون أو هيدروجين بستبعين تمام؟ اسمها بروتون ليه بقى؟ لأن الالكترون اللي كان موجود عندي هنا على الهايدروجين ده اللي هو كان بره ده فقدته تمام؟ فبقى اسمها بروتون لأنها ما تحملش غير البروتون مش معاها حالتها غير البروتون بس تساعتها كده بسميها ايه؟ او اللي هو الهايدروجين بصف آين قمال ايه الهايدرايد اللي انت جبتي في سيرتو كده وقلتيه في وسط الكلام الهايدرايد ده اللي هو الهايدروجين اللي عليه نيجاتفت شارج انا جايبه لكم اكويشن حلوة جدا هتوريكم ان شاء الله ديت بدرسها اكتر في مصدر تمام زي بقالكم في مصدر بيدرسوا المتل والهايدروجين ايه الروابط ممكن تحصل او تكسير الروابط بيكون ازاي احيانا بيبقى التكسير الروابط متعادل فكل واحد منهم ياخد الكترون تمام فبتديني هنا اللي هو المتل والهايدروجين كل واحد منهم الكترون احيانا المتل تبقى طماعة وتاخد الاتنين الكترونات وتاخد لان الربطة زي ما انتم عارفين مكونة متنين الكترون فاكرين فانا عندي هنا الربطة دي مكونة متنين الكترون فاحيانا المتل تاخد الاتنين الكترون بتاعها فيبقى عليها والهايدروجين تسبها من غير الكترونات تبقى عليها ايه اللي هو البروتون اللي احنا حكينا عنه احيانا بقى الهايدروجين هو اللي ياخد الاتنين لون بير بتاع الربطة تمام فبيبقى عليها ايه اتشارج والمتالية تبقى عليها باستف اتشارج. اوكي? فاحيانا ما نسميها احيانا بريكنج اا اا او نان ايكوال. اوكي? اا فالهايدروجين العادي خالص اللي هو اللي عليه الكترون اهوت زي ما انتم شايفين اللي هو ده بيبقى شكله كده. عليه الكترون برا في الايه? في الغلاف بتاعه. فقده يبقى ايه? بقى بروتون. خلاص? بقى بروتون. فانا عندي الاسد. لو اسمه دوت ايه ده بروتون? يبقى ايه? دوت ايه? ده على حسب برونست دلوري اسمه اسد. طيب البروتون دوت اهوت لوهن. اا جه او راح نحية مركب يبقى ده اسمه ايه? بيس. اوكي? يبقى البروتون دوت اللي هو الهايدروجين قاتم بس فقد ايه? الالكترون اهو ده الهايدروجين قاتم اهو. ما تنسوش. اهو ده ده شكل الهايدروجين قاتم. الكترون وبروتون. فقط الالكترون بقى مش حلته غير البروتون ده. فعشان كده تبقى اتش بوستف. اوكي? او اللي هو الهيدروجين بوستف ايه ايون. الحمض? الحمض يا ده كترة. الحمض بيتبرع بالبروتون. القاعدة بيستقبل البروتون. تمام? يعني انا عندي هنا هو في المسال اللي حلسة كنا قيلينه المية. المية بتدقى امفوتيرك. لها خاصية القاعدية والحمضية. فالمية عندي لما تستقبل هيدروجين يبقى كده ايه? قاعدة. طيب لما تدي هيدروجين يبقى كده ايه? كده حمض. صح ولا لا? انا بتبرع بهايدروجين. انا عندي هيدروجينات كتيرة او بتبرع بيها. فيبقى انا كده ساعتها ايه? حمضي. لا والله انا ما عنديش هيدروجين مغلبان وعايز هيدروجينات تنضف لي على على المركب بتاعي. يبقى انت كده ايه? قاعدة. تمام? يبقى القاعدة بتستقبل هيدروجينات. اوكي? اه الحمض بيدي ده على حسب مين? على حسب برونيستدلوري. برونيستدلوري بيتكلم على البروتون. يبقى الحمضة عنده بروتونات كتيرة وعنده هيدروجي كتير فقاعدة يا تبرع. لكن القاعدة يعيني غلبانة ما عندهاش هيدروجين فبتستقبل ايه بروتون? المية تملك الصفاتين عشان كان بتسميها امفوتيرك. يبقى عندي هي بروتون دونر وده بروتون اكسبتور. هنا هو المسال اهوت. ده ايه ده? اه ده المسال تصدقوا اللي احنا كنا لسه متكلمين عنه. اللي هو ده. الدكتور ذكروا هنا اهوت. اه ان عندي هنا اللي هو اه 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 زي ما قلت لكم اللي هو حمض بيقدى الهيدروجين للن ايش سري وبقى عنده ايه? او ايش طلعت. اوكي? والن ايش سري اخذ الهيدروجين زيادة بقت ايه? ان ايش فور بوستر. تمام? تاني اهوت. المية اهيت. المية دلوقتي دي هنا دي قاعدة ولا حمضة على الحسب زي ما قلنا الطرف التاني. الطرف التاني قال لها هاتي هيدروجين. هاتي من عندك هيدروجين. فهي تبرعت بالهايدروجين. يبقى حاجة بتتبرع بالهايدروجين يبقى ايه? يبقى اسد. تمام? وديت بتستقبل الهايدروجين يبقى ايه بيز. خلاص كده يا ده كترة? طب ايه ده يعني طب ما شوش انت لسه ايه لحالا ان ديت اه اه على حسب ارهينيس سنية. ايوة انا قلت لكم انها تمشي بالاتنين. ارهينيس وبرونستد. ارهينيس عشان فيها بتطلع او اتش. وبرونستد لانها عندي هنا واحد بيتبرع بالهايدروجين واحد بيستقبل الهايدروجين. فتمشي بالاتنين الحمض والقاعدة. او تمشي بالتعارفين اللي هو تعريف او ديفنيشنز طبع الحمض والقاعدة. مهمة اول حتة ديت بقى. عشان كده بقول لكم برونستد لوري هنتكلم عنه كتير شوية. الحتة ايه بقى اللي مهمة? اللي هو البر. اللي هو الكونجيوجيت بير. اللي هو الزوج. كل واحد من دول متجوز ايه من الطرف التاني. يعني انا عندي دوت اللي هو الرياكتنت وده البرودكت. واحد من الرياكتنت متجوز معه واحد من برودكت وهنا نفس الكلام. مين بقى كل واحد بير عشان نكون عارفين? كل واحد باصله. يعني اللي كان اصلا اصلا بيز اه هو تتحول عندي الايه? لأيه? كونجيوجيت اسد. واللي كان اصلا باسد اتحول عندي الكونجيوجيت بيز. طب ده تحاول ازاي? ان هو اخد هيدروجين. وده تحاول ازاي? ان هو نقص منه الهايدروجين. صح ولا? او نقص منه سوري البروتون. سوري. هنا نقص منه البروتون وهنا اضاف ليه البروتون يا ده كترة. فايه ده بقى عندي دول اللي هما الكونجوجيت بيرز. اللي هما ازواج اللي هما المتقرنة او المتربطة مش عارف اسمهم ايه بالعربي. بيبقى واحد من الرياكتنت مع واحد من البروتكت. دول الرياكتنت ودول البروتكت. ديت فقدت الهايدروجين بتاعها تمام كانت أسد بعد ما فقدت الهايدروجين بتاعها تحولت لإيه لكونجيوجيت بيز ديت كانت والله مش عليها هيدروجينات زيادة كانت قعدة مستقرة كده كانت بيز وأخدت هيدروجين خلاص أخدت هيدروجين أو سوري بروتون يا دكاترة أخدت بروتون تمام فتحولت إيه اللي هو الكونجيوجيت أسد اللون بير اللي عليها كان مفروض الان تكون عليها لون بير فقدتهم اوكاي فبقيت عندها ان اتش فوربوس اخدت فوق طائطة بروتون زيادة فبقى ايه اه اللي هو ان اتش فوربوس تا تمام يا دا كاترة فانا عندي هنا البرونيست دلوري على حسب البروتون تمام ارهنياس او اتش وهيدروجين في المية حاولوا تحفظوا معي علشان شاء الله ما تاخدوش وقت كتير في مذاكرة الريكورد ده طيب انا عندي هنا يا دا كاترة دا الكنجيوجيت برضو بير انا عندي دا اه اسد وبيز اوكاي اه اه ليه قلنا على دا بيز لان اه او قلنا دا اللي عليه اسد مع ان عليه نيجاتفت شارج اهوات اه دكتور سأل هنا السؤال دا هواي دا اسد ليه دا اسد على رغم من وجود نيجاتفت شارج لانه حلته او موجود عنده بروتون اهوات اللي هي الاتش دي البروتون دا يقدر يديه للووتر اوكاي دا كاترة بعد ما يديه للووتر هيتحول ايه لهو البيز اهوات مش عنده حاجة هيدروجينات خالص خالص تبرع بكل اللي حلته يعني الوات دوت دلوقتي ما عادش يقدر يكون خالص على حسب برونيستدلوري ايه اسد تماما لكن دا لا يمتلك ايه اسدتي اوكاي يا دا كاترة لانه يمتلك واحد بروتون ايه دا هوت المية والمية بيت عندي هنا ايه اتش سري او بوستف اتحولت لأسد عندي اوكاي اه اخدت هيدروجينات بروتون سوري زيادة فبقت اتش سري او بوستف دية اكواص وديه ليكويد يا دا كاترة دية اللي هي بيدين الاقواص اقواص وليكويد اوكاي اا اقواص يعني محلول وليكويد يعني سائل طيب انا عايز اسأل سؤال واتمنى تجاوبوني يعني او قبل ما تجاوب تكونوا انتوا جاوبتوا يعني في ذهنكم هل دوت اللي هو البايكاربونات دوت ماقدرش يكون بيز اللي هو التش سري او التش سي او سري ن myself دوت يدا كاترة ماقدرش يكون بيز لا يقدر يكون بيز عادي لانه اصلا عليه نجد في تشارج داوت ممكن يكون بيز ويستقبل من هنا هيدروجين ويتحول ل H2CO3 ويبقى داوت عندي هنا حمض الووتر هنا ساعتها تبقى حمض مش قاعدة لانهنا قلنا الووتر أمفوترك فممكن عندي المية تبقى عكس بقى مش بيز قاعد حمض تدي الهيدروجين او تسوري تدي البروتون بتاعها تبقى H2CO3 وهي تتحول لOH فاهمين قصد ايه فهي ممكن تنفع بالاتنين بس احيانا التفاعل شايفين دا والتفاعل رايح جاي يعني مرة يمشي ناحية اليمين ويمشي ناحية الشمال يعني ما بيحصلش كامل ما بيحصلش ان المية دي خالص كلها تتحلل او الاسد دا يتكسر خالص وتحول البيز بتاعه لا التفاعل رايح جاي اخدنا الاسهم ديت برضو في الارجانيك على فكرة ان شاء الله بعد كده كل المعلومات اللي هتاخدوها هنا هتكون لبعد كده المشعارفة الفارما الميديسنال كلها معتمدة على اغلبها يعني معتمدة على حتى الفيسيولوجي الاناتوميليستيولوجي كل اللي انتو اخدتوه معتمد او اللي جاي بعد كده معتمد على الايه على البيزيس او الاسيات دي فدوت ينفع يكون بيز ده اللي قصد النوى ينفع يكون بيز وياخد هيدروجين من الووتر يا ده كدر يعني التفاعل يبقى ده بيز وده اسد فهمتوني بس طيب بيكون على حسب التفاعل يمشي على حسب ايه على حسب البي كي ايه والبي اتش ووضعية البي اتش اللي احنا معرضينها او البي كي ايه حسب ظروف التفاعل يعني اوكي فانا عندي هنا ده اسد بس اللي انا عايزة بس ايه اقوله لكم ده اسد اهوت ليه لان بيمتلك واحدة بروتون فبيديها عندي للمية اوكي فبتتحول عندي الاسد وهو ناقص منه الهايدروجين يتحول لباس اوكي اهوت ده برضو نفس الكلام اه ناقص منه الهايدروجين يتحول لكونجيوجيت بيز ودوت عندي البيز اخذ منه الهايدروجين ديت او البروتون سوري ديت يتحول عندي الكونجيوجيت اسد اوكي اده كثرة اللي بتحرك بروتون مش بتحرك هيدروجين بروتون اللي هو اتش بوسطف اوكي مهم البوينت ديت اه اه كل واحد البير دول اهوت شايفين ده معده اوكي ده بير اسمه كونجيوجيت بير ودوت معده اسمه كده واحد بنشيل منه البروتون وواحد بنضيف لها البروتون اهو. ده اضافة البروتون وده ازالة البروتون. كلام سهل قوي. بيقول لي ان اه انتس ايديا ده ايونيزيشن اوف ان اسد وباي ووتر اس ربريزنتد باي ان اسد بايز ري اكشن. يعني ازاي انا عندي هو ده اله سي ال واله تو او. زي ما قلنا هنا دوت حاجة مترددة. انا عندي هنا ده حمض قوي جدا. جدا. يعني هيجبر ده الميل نيةة لازم تكون بايز. هيدي لها البروتون بتاعها تمام? وهو ايه ناقس مقل البروتون ده هيتحول لسي ال ناجتب. تمام? اللي هو الكونجيو جيت بايز. وده اخد البروتون اه اتحول الايه اللي هو الميل بايز ديت الايه ليكونجيو جيت اسد اللي هو اه ده اوكي يا ده شاييفين? الوحد منهم اصر ايه? واحد من ال ري اکتنت وواحد من البروطاكت. واحد من البروتكت. دوت انا ايه طرحت الهايدروجين هنا ناقص البروتون سوري وهنا انا ايه ضفت اللي هو البروتون تمام انا ضفت البروتون وهنا ايه طرحت البروتون يبقى الاسد بيز هنا ري اكشن على حسب قاعدة مين برونستد اوكي ده كترة وبرده نفس الكلام على حسب قاعدة مين ارهينيس مش احنا اقيلين تقريبا المثال ده هو اقيلينه لانه هو طلع اتش بوستف او اتش يبقى على حسب ارهينيس انه هو برضو ده اسد اوكي فانا اسد وبيز ده كترة على حسب مين قاعدتين دلوات�� برونستد لوري وارهينيس فلو الدكتور قال على حسب ارهينيس اه والله لانه طلع اتش ثری او بوسطف يبقى دوت ايه عندي ده اسد تمام؟ طب على حسب قاعدة برونستد لوري انه دوت عند تبرع بالبروتون بتاعه للطرف الثاني فدوت اسد والتاني استقبل بروتون دوت فييعتبر بيز خلاص اسمهم ايه برونستد لوري بيز وبرونست دلوري اسد. وما ننساش انه في بيطلع ازواج. واحد من الراكتنت مع واحد من البرودكت. اوكي? فبيقول لي عندي هنا اه اسد اند بيز ايدينتفاي بيزد اون ايه? على حسب من البيد بروتون او بيستقبل بروتون. الكونجيوجيت اسد يا دا كاترة. هو عبارة عن ايه? والاس او والبيزز عبارة عن ايه? اللي هو موجودين في في النحية التانية يا دا كاترة. دول يعتبروا اه اللي هو النواتج صح ولا? لا لا اللي هما الكونجيوجيت اسد والبيز. اللي هما بيكونوا في الطرف التاني مش احنا قلنا لدول الكونجيوجيت اسد زائد الكونجيوجيت بيز صح? هنا دوت الاسد والبيز. الاسد عندي هنا تحول ايه يا دا كاترة? للكونجيوجيت بيز. والبيز هنا تحول ايه? للكونجيوجيت اسد. تمام? صح ولا لا? تمام كده يا دا كاترة? فانا عندي كل واحد منهم اتحول عندي ايه? اه شكل. دوت انا عندي الاسد ده تحول لي كونجيوية بيز لان طرحنا منه البروتون. طب وهنا البيز ده تحول لي كونجيوية آآ اسد لاني جمعت عليه البروتون. يبقى ازا انا عندي هوت هنا عبرونستدلوري هحطاه على جنب ببرونستدلوري الايه? انا عندي لو انا عندي اسد زائد بيز هيديني ايه طبعا التفاعل? احيان بيبقى رايح جاي واحيان بيبقى آآ رايح بس على حسب قوة الاسد. يعني لو عندي هنا فطبعا هيبقى في اتجاه واحد. او زي مسلا اللي هو الاتش سيال. والبيز عندي هنا اللي هو مسلا الوطر. هيديني ايه? كونجيوجية تسد وي كونجيوجية بيز تمام ايها داه دوت على حسب برونستدلوري. كل ده ہے ابن الكلام. طب كونجيوجيت اسد عندي اللي هو مين? اللي هو المية ديت بعد ما ا'... اخدت بايه بروتوني. يبقى ا اتش سري او بوسدف. تمام? ويه الكنجيوجيت بيز اللي هو الاسد ده بعد ما طرح منه البروتون اللي هو سيالو نيجاتف. تمام? يبقى دول الازواجة همت. ده مع ده. وده مع ده. اوكي يبقى الكونجوجيت اسد جهه منين? من البيز عليه بروتون. والكونجوجيت بيز جهه منين? من الاسد ناقص منه بروتون. تمام? كلام واضح يا ده كاتل لو فيه اي اسئلة نسأل فيها. طيب برضو هنيجي للمشكلة. في في اللوري. تمام? او اللوري برونست السيري. ايه هي? ان هي ما بتبقاش كويسة اوي في النونبروتك ايه سولفنت. نونبروتونك او نونبروتك ايه? ايه هو نونبروتك سولفنت ده اصلا? الابروتك سولفنت ده ده كاترة. هتلاقوني كتبالكم التعريف بتاعه فين? اه تحت. دوت سولفنت ما بيحملش اي 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 او بيكون او بيديني اي اي بروتونات. تمام? زي البنزين او الايثر. يعني سولفنات ااا لا تحتوى على اي بروتونات خالص. ااا زي عندكم الور بيف سري بي او سي للسري. الاس اوتو. ممكن تحطوا البنزين الايثر كل دول حاجات سولفنات او او مزيبات لا تحتوي على البروتونات. يعني انا لو عايزة مسلا ده كل كل كلامنا فيه عن البروتون. اللي بيستقبل بروتون واللي بيدي بروتون. فتخيلوا سولفنت عندي? لا ما بيديش اي بروتونات ولا بيحرك بروتونات ولا اي حاجة خالص. فطبعا كده ايه مش هينفع معاها السولفنت دي. في او ومشكلة تمام? نيجي لويس يا دا كاتكرة. لويس دوت بيتعامل مع ث ايه بالالكترون بير. حاجة بتدي الاكترون بير يبقى هيه غنية عندها الكتربات كتير صح ولا لا اهي بقى هي القواعد صح ولا اهي التددي الكترون بير كتير عندها اللون بير ما بتدي لون بيرات لكن الاسد لا لا يعيني معندوش ليون بيرات خالص. فاقه يحتاج او يستقبل اللون بير على دا كاتكرة او الكترون بير عليه. زي مين عندي مثل هنا مثلا اللي هو الان اتش اس ري. الان اتش اس رييدة ده كاترة النادروجن عليها لون بير. اما الان مش عليه اي لونبير خالص. ما فيش اي لونبيرات خالص خالص. فاي حاجة عليها لونبير يبقية تقدر تديها لمركب تاني. يعني عندها كتير فاقد. تمام? فييبقى يعتبر ده باست. اللي هو الان اتش اس ري. البي اف ري لا لا يحتوي على اي لونبير. فعشان كده يعتبر ايه اللوس اسد لانه ما عندهش اه لون بير يقدر يتبرع بهم بالعكس هو ده اللي يستقبل اللي هو الالكترون بير يعني لو احنا هنفعل الان اش سري بالبي اف سري دي اعتبر دوت عندي ده البيز اللي هيددي لمن لي اللي هو البي اف سري اللي هو الالكترون بير ايه بتوعه يعمل ربطة اوكي ما بين البي اف سري والان اش سري هادة كده اه في امثلة او في امثلة تقريبا ان الدكتور جايبها لكم على اللويس. اوكاي? بس زي ما قلتلكم الاكتر ما ننساش الزوج. ما ننسه همش. اللويس اسد عندي يا دا كاترة هنا اللي هو اه مسال عليه والبيز. عندي دوت هنا المية. اوكاي? عليها اتنين لون بير. اوكاي? اه مفروض ديت. مفروض ديت بالاسود هنا هو تبقى ايه? اتنين لون بير يا دا كاترة. ده اتنين دول زوج ودول زوج. اوكاي? ودوت عندي اي بقى حاجة بقى عليها بروتون. اتش سي ال اتش ان او سري. اي حاجة تمتلك بروتون يا دا كاترة. اوكاي? اي حاجة فيها بروتون. اوكاي? اللي هيحصل عندي? ان اللون بير دول هيعمل ربطة مع البروتون ده. صح ويا لأ? هيعمل ربطة مع البروتون دوت. واللون بير التانين دول هيفضل موجود زي ما هو. يعني الربطة اللي تكونت ما بين الاتش تو او والاتش بوصف ديت سببها مين? اللون بير ده. زي زي هنا بالضبط. الن اتش سري والبي اف سري. يعني الان اتش سري اهوت تمام? وعملت مع البي اف سري. الربطة ديت مين اللي جابها? اللون بير اللي على النايتروجين. البي اف سري لا يمتلك اي لون بير. احنا قلنا اي ربطة في الدنيا كده اي ربطة طرح ما ما فيش اي اكسبشن. اي ربطة بكونها من اتنين زوج من الالكترونات. يعني انا عندي هنا يا دا كاترة. اي رابطة اي رابطة اهوت بتكون عندي من اتنين الكترون. غالبا بيكون مسلا الطرف ده مدي الكترون والطرف ده مدي الكترون. احيانا دا بيكون فقير معدوش اي الكترونات وده بس اللي بيدي الاتنين الكترون بتوعه. تمام? فبحالة اللون بير ديت اللي هي ايه? عملت الربطة ديت. اوكي? فدي اعتبر بيز من ناحية مين? لوس. اما دا اعتبر اسد بالناحية مين? لوس. اوكي? فانا عندي المية هي اتش تو او. الاكسجين عليها اه اتنين لون بير من الالكترونات. فهي دلوقتي بتعمل ايه? هتروح اه اه الاتنين الالكترونات ديت واحدة منهم هتعمل مع ايه? الاتش بوصف ديت ايه? اي حاجة بقى اسد. يعني دكتور كاتبها اتش بوصف يا سيا. ممكن مسلا البروتون ده يكون جاي منين? جاي من اتش سي ال. البروتون ده ممكن يكون جاي من اللي هو هيدروني. اللي هو الاتش اي. جاي من اتش بي ار. فاهمين اصد ايه? من هيدروبرومايد هيدرو ايضايد. ممكن يكون جاي من اي حتة يعني. بس هو يعني بروتون. خلاص? البروتون دوت اخد اللون بير من اللي هو الموجودين على المية. على الاكسجين. اللي هو واحد من اللون بير الموجودين على الاكسجين. وعمل ربطة هوت. اوكي? وبقى عندي ايه? اتنين لون بير فقط. طبعا? لان blev اين لين دول طانين عمل ربطة مع البروتون. ده مين عندي يا ده كاترا? المفروض هناي يبقى عليها بوصف التشارج. اللي هو مين عندي? اللي هي hedronium iron. اوكي? ده مين يا ده كاترا عندي? اللي هو hedronium iron. اللي هو اتش تو او مع اتش بوصف. فاكرين? اديني اتش ثري او بوصف. اوكي ليه ليه بوصف? لانها كان عليها والله الاكسجين زوجين من الالكترونات واحد منهم راح عمل ربطة مع الهايدرين ففقد اللون بير بتاعته فبقى بصت فيها ده كاترة فورميشن اوف هيدرينيوم ايين اي ايه اكسامبل على اللووس اسيدانت بيس الكترين بير اللي هي دهيت اوكاي اورجينت من ايه? من اللووس بيس جاية من اللووس بيس الاسد فقيرة لا تحتوي على اي لون بير تماما تمام يا ده كاترة اللون بير اللي مكونان للربطة جاية من البيس اوكاي فعشان كده هو طالما اتبرعت بها بقى وعملت ربطة مع البروتون فقدتها فبقت عليها بص في تشارش اوكي عندي مثال اهوت اه اه ده البروتون مع الووتر يديني اللي هو الهيدرونيوم اين ده برضو عندكو اهوت ده البروتون مع الان اتش سري تمام اي حاجة عليها لومبير اهو ده ده مين يا ده كاترة اللي عليه لومبير ده ده البيز ده الغني اللي هو معايا لومبير البيز القاعدة الحمض لا يحتوي على لومبير هنا فهو بس يستقبل اللومبير فهي انا بيعمل ربطة مع الشفوق باقي بس ايه اتنين اهوت اه او او زوج سوري من الالكترونات اوكي ده برضو نفس الكلام ده خلاص اللي كان اللومبير اللي حلته خلاص عمل بها ربطة مع البروتون فبقى عليه بوصف تشارجي اده كاترة اني اتش فور بوصف اوكي يبقى ديت ايه خلاص ديت من الاخر نستنتج ان المهم عندنا نعرف ايه القاعدة ديت اللي هي الارهينيس وبرونستد وي الايه اللويس بيتكلم عن الالكترونات برونستد بيتكلم على اه اللي هو البروتون اه عندي الارهينيس بيتكلم بالنسبة للاقوس ميديا اللي هو البروتون واللي هو الهيدروكسايل تمام? زي ما قلني عني ايه امفوتارك يعني مادة بتكون عندها الخواص بتاعت الحمضية والقاعدية زي مسلا اتش تو او مش فاكرين قلت ديت حتى ديت قلتها لكم صح ولا يا دا كاترة مش نحنا قلتها لكم فعلا انا مش فاكره فين اه اه كانت اهيت ديت قلت لكم ممكن تبقى اسد وممكن تكون بيز صح ولا اه ممكن تستقبل من المية ايه بروتون فاللي هو البيكربونيت اه والجوتر لها خواص ايه اللي هي الانفوتارك اللي هي مترددة تبقى حمض شوية تبقى قعدة شوية حمض شوية قعدة شوية على حسب مين على حسب اللي معاها اللي بيتفاعل معاها لو حمضة قوي تبقى هي قعدة لو قعدة قوية تبقى هي حمض تمام؟ بولي بروتيك اسد. كلمة ديت بولي بروتيك اسد او بيز يعني كلمة بولي. بولي ديت يعني متعدد. اوكي? جزء من الكلمة ده متعدد. متعدد يعني ايه? بيديني اكتر من بروتون. او بيستقبل اكتر من بروتون. تمام يا ده كاترة? بولي ديت يعني متعدد. يعني الاسد عندي او البيز يا اما بيعطي او بيستقبل اكتر من بروتون يا ده كاترة. هتلاقوا هنا هود شايفيني الايدتا ديت معاها اربعة هيدروجين اللي هو الكربونات معاها اتنين هيدروجن اللي هو دوت اللي هو الفوسفيت فيه ثلاثة هيدروجن فقاعد يديني ايه اكتر من اه بروتون فساعتا اينا ده بنسميه بولي بروتيك اسد طب لو بروتيك بيستقبل اكتر من بروتون. ساعتها بنztبق ايه كلها النيجاتف يعني ده هي النيجاتف 2 تمام? ليه? لأنها دلوقتي بقت بيز دلوقتي بولي بروتيك تستقبل عند اتنين هيدروجن تمام؟ دي يبيقى بولي بروتيك ايه بيز لكن دلوقتي هي معها هيدروجن تديهم. فبولي بروتك ايه? يعني ايه متعدد? وكي ما تنسوش يا دكاترة. بكلمة بولي متعدد. بروتك يعني في ها اكتر من بروتون. فدول اهو مثال اهو ان هي بتحتوى على اكتر من بروتون اهو تلاتة ودول اتنين ودية اربعة. طيب التعريف اللي انت قلت لنا عليه اللي هو اه يزانفك يزانفك يا دكاترة هو تعريف مدفايد للويس حتى انا كتبالكو التعريف ده تحت. اه يعني هو لوس بس ايه عليه شوية كلمات زيادة. يعني ايه? بس لوس قال لومبير بس ما قالش اكتر من كده بالنسبة للبيز والاسد. البيز اللي هو عليه لومبير والتاني الاسد اللي هو عليه اه او بيستقبل اللومبير. لكن هنا قال كمان ايه اه اه نيجاتف الشارج. اتكلم يعني مجملا نيجاتف الشارج ديت يعني معلناها اكتر. ان هي مش بس اه الكترونات. لا ده ممكن تكون شحنات. تمام? في يزانفك يعتبر هو نفس لوس بس اه مشمول اكتر. قال هنا نيجاتف الشارج وآآ يعني ايه? اه سابها عموما كده. فقال الاسد عندي لما يكون اه بيستقبل الشحنة السالبة. اوكاي? اكسبت. يبقى ده ايه اسد? طب بيدي دونر يبقى ده ايه? عندي البيز. اوكاي? يبقى هو نفس لوس بالزبط بس ايه? لوس قال اللون بير. بس قال له هو الاتنين نقطتين ده همت اللي فوق ايه? المركب بتاعي. طب لو عليه شحنة سالبة? لا لوس ما قالش على الشحنة السالبة. هو قال على اللون بير. فانا عندي يوزانفك يعتبر مضفايد لوس قال ايه? والله لو لو الكترونات ماشي. لو شحنة ماشي. يعني البيز هي بتدي الشحنة السالبة. اما الاسد هي بتستقبل الشحنة السالبة. يعني هي مش بس مقتصرة على الهايدروجن والاكسوجن. يعني انا ممكن نلاقي. بتستقبل او بتدي اة ليه؟ لانو عليها 시간이 الآسد عندي اة بيستقبل ايه? اللي هو ك stands اي شحنة سالبة حد يستقبلها يبقى اسد. بيديها هي بقى ايه? يبقى عندي آآ باسد. اهو دا شايفين يا دا كثرة دوت عندي اهوة ايه؟ اه اس cm نيجاتف. تمام? يبقى دا اعتبر بيت دا اونجاتف بتاعته. استقبل c l عليه كمان فهي بقى F-E-C-L-F-O-R. تمام يا ده كاترة فاهمتوا الـ الـ . فهنا يزانه فيك راجل يعني ايه مخه اوصع كمان من لويس. آآ لويس كان بس اقتصاراً على اللون بير لأ هنا بقى قال عن نيجاة في تشارج. مش بس عندي هيدروجين واكسوجين اي نيجاة في تشارج. كولورايد مسلاً على نيجاة في تشارج. حاجة بتدي كولورايد ده وتيبقى بيس. حاجة تستقبل كولورايد يبقى ياسد. كلام سهل صح ولا انا شايفها بكلام بسيط. يبقى احنا اخدنا ايه لغاية دلوقتي عشان نكون ماشيين مع 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 التعريف الاسد والبيس على حسب تمام وبرونيس الليوري ولوس. اوكي جايبا لكم على كل واحد منهم مثال. وعرفنا هنا التسميات يا ده كاترة. مهم لما يكون او سري المنت. اوكي نكون عارفانهم. يعني ايه كلمة يعني ايه بولي بروتيك كمان بولي بروتيك يعني اكتر متعدد من البروتون. امفوتيرك يعني دوت اكتر شوية من لويس كاكسبش ايه كاكسبانشن للتعريف اه متوسع شوية. ما قالش والله بس على اللون بير لا. اوكي يا ده كاترة. اه لهنا يا ده كاترة ده جزئية الديمو. اه تبع الاسدانت بيز بلس لجزئية الانترو تبع الفارماكوبية. اه جزئية الانترو تبع الفارماكوبية دي كنت شرحها لزميلكم اه من زمان. اما كنت بشرح لدكتور رياض انا باخده كل سمستر. اه كان اول اه مرة اشرح له كان تقريبا سنة الفين وستاشر او الفين وخمستاشر. اه الجزئيتين دول يعتبروا اه لزميلكم. اه اما ان شاء الله اول ما تنتظم الجروبات هكمل لكم او هبعط لكم باقي الاسدانت بيز ويباقي البوفر بلس الريدوكس. يعني اللي بانها كله ان شاء الله المدوان والمدور الفينال بس اهم حاجة عندي نشوف التجريبي. ويكون واضح لينا واي اسئلة انا معكم يا ده كترة. اوكي وبندسبة للانترو فارماكوبية انا عدته لزميلكم تاني. وقلت النقط المهمة ايه اللي يركزوا عليها اه كان في ريكورد مراجعة. الله يوفقكو يا رب ويساله كل امر عسير.